اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايرن بده يدمر العالم ايرن بده يعمل ايبادة ادك الارض اللي صار طب دقيقة شوي هاي الحلقة فرجتنا انه ايرن اوكاي ممكن هو فيه جزء منه شيطان وهذا الشيء متواجد فيه كل الناس اساسا فيه جوتنا شيطان نايم ولكن مع هذا الشيطان اللي جوتك فيه انسان معين فيه شيء جيد فيك فيه بذرة موجودة فينا كل اياتنا فهي الحلقة كانت عبددوره على ايرن والجانب الاول منه والجانب التاني منه خلينا نبلش من بداية الحلقة شفنا شلون ميكاسا قالت انه كل الناس عبتقول انه ايرن تغير و ايرن تغير و ايرن تغير و ايرن تغير ولكن هذا الشيء ما هو صحيح على الاطلاق منه ممكن يكون هذا ايرن ذات نفسه يلي هو دائما كان موجود ولكن السؤال كالتالي نحن على اي جزء كنا عم نشوف ايرن فميكاسا ونحن كمشاهدين على اي جزء كنا عم نطلع ل ايرن فعليا في الموسم الثلاثة الاولى كنا عم نشوف ذاك الشاب يلي بده يغير و بده يجيب الحرية و بده ينتقم و بلا 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 في الموسم الرابع شفنا ذاك الانسان الذي تحول و اصبح شيطان و بده يعمل ايبادة كاملة للبشرية ولكن وقت اللي بلشت هاي الحلقة و شوف ناشتون ايرن راح على المارلي اول مرة و شاف الناس اللي قدامه على انه هو شايف الناس ذات نفسهم في ذكريات ابوه ولكن وقت اللي راح لهنيك و صار يشوف كل شيء قدامه صار يشوف ناس مختلفين عن الناس اللي هو بيعرفون صار يشوف الناس عب تبيق عب تشتري عب تمشي في بقرة في جمل كان عب يمشي او حصان كان عب يمشي شاف الولد الصغير اللي عب يسرق و شاف العالم شتون كان بتحاول تتطهده فطلع هيك انه انا شايف من ذكريات ابوي كل هذا الكلام ولكن وقت اللي ايجي على ارض الواقع و شاف كل هذا الكلام تغير ليش لانه هو بشر بالاخير هو انسان و هذا الجانب اتجيد منه هلأ ممكن يجي تساؤل معين للبعض انه ليش ايرن وقت اللي شاف هذا المنظر قدامه اندهش كان مدهوش طوال الحلقة تقريبا طوال وجوده في المارلي كان مدهوش على انه هو مثل ما حكينا قبل شوي كان شاف كل هاي المواضيع في ذكريات ابوي ولكن وقت اللي ايجي على ارض الواقع ليش هيك اندهش اندهش لانه وقت اللي هو مثل ما حكينا كبشر شاف كل هالاصناف قدامه كل الاشياء بتصير قدامه فكر بينه وبرحاله هل انا لازم اقتل هدول الناس كل الاشياء اللي موجودة قدامي من الناس لاختلافهم لانواعهم لفكرة انه انا شفت بقر قدامي وشفت حصان قدامي هل هدول لازم يموتوا هل انا لازم اقتل هدول لأنه مثل ما حكينا سواء الكلامي اللي إيجي من لسانه لميكاسة سواء نحن كمشاهدين كنا عم نحاول نشوف شيء من إيرين لأنه نحن بدنا نشوف هذا الشيء من إيرين ولكن هو من الأساس كان حيضة بيبله فكرة الانتقام وفكرة الإبادة وفكرة دك الأرض ولكن بطريقة ما هو كان عم بيستنى كان عقال لحاله أنه ممكن أروح على المار لأغير وجهة نظري ولكن وقت اللي راح على المؤتمر وشاف أنه كل الناس هناك المؤتمر اللي عساس يدعو للسلم وبدون يعلوا شيء سلمي شافوا أنه فشل كالعادة وظلوا فيك وعب يشوف الناس عب تقول أنه شياطين الجزيرة لازم يموتوا شياطين الجزيرة لازم بواحد دين ثلاثة واستنى للحظات الأخيرة ممكن أنا أغير وجهة نظر لأنه بالأخير فيه جانب مني إنساني لأنه إيرين لو كان هو خلص حيطة براسه مية في المية أنه يعمر دك الأرض ويبيد كل الناس بكل اختصار كان عام له ما استنى لا المؤتمر ولا استنى أي شيء من دخلته كان عام له وتهى الموضوع ولكن كان هو عب يستنى هذا الجانب اللي جوته كان عب يستنى كان عب يقوله استنى مني ممكن تغير رأيك ولكن بعد ما شاف إيش ممكن هدول الناس يغير فيهم هدول الناس لحد اللي أنا عبقوله عليه شيطان فأنا لازم أعمل شيء وطبعا خلال الحلقة شفنا الليلة الأخيرة يلي قضاها إيرين مع رفقاته وشلون كانوا عب يضحك وشلون كانوا عب يلعب وشلون كانوا مستهجين مثل ما بيقولوا هون كان فيه مشاعر كمان متضاربة عند إيرين بالمقطع اللي كان هو واقف ووجدت لعنده ميكاسا المشاعر المتضاربة اللي كانت عنده وقت اللي سأل لها ميكاسا وبيصراحة قال ليلي انت شو بالنسبة إيلي اشو هي مشاعرك بالنسبة إيلي وهي طبعا ميكاسا كلا عاد يقاد له انه انت عيل دي انت عيل دي ولكن كان هون عب يحاول يتأكد من الكلام اللي يزيك قال له انه قال له هاي البنت بتحبك كتير فكان إيرين عب يحاول انه يتأكد من هذا الموضوع وهون لازم نفسر هاي النقطة تحديدا في الشيء اللي صار في الموسم الرابع بالبارت الواحد وقت اللي قعد إيرين وصار يحكي مع ميكاسا كلام جدا جدا سيئ تفسر هذا الموضوع في هذا المشهد إيرين بيعرف انه ميكاسا كتير بتحبه وزيك قال له انه هاي البنت كتير بتحبك فالشيء اللي عمله إيرين في هذاك المشهد في البارت الاول كان عب يحاول انه يبعد ميكاسا عنه عشان ما تموت في سبيل انه هي الدافع عنه لانه هو بيعرف تماما اي شيء بده يعمله ميكاسا رح تجي وتدافع عن إيرين فهو كان عب بيعمل هذا الشيء عشان ميكاسا تبتعد عنه ويحاول انه هو يخلي آرمن ميكاسا رفقاته يعيشوا حياة طويلة الامد لانه بكل اختصار في مشهد زيك ومشهد إيرين بيجي إيرين بيقول له له زيك انه أنا بقيالي اساسها 4 سنين وبدي اموت فانا بدي رفقاتي يعيشوا حياة هنيئة فبكل اختصار هذا الدليل الواضح انه الشيء اللي عمله إيرين في هداك المجهد عشان يبعد ميكاسا عنه ويبعد آرمن عنه حتى يعيشوا ما يجوا يدافعوا عنه ويموتوا في سبيل الدفاع عنه على انه هو بعد 4 سنين ميت ميت فهي الحلقة مثل ما قلت لكم كانت كلها عب تحكي على إيرين والجانب الخير من إيرين والجانب السيء أو الشيطاني من إيرين اللي هو كان جاي في دافع انه يعمل هاي الإبادة وطبعا هذا الشيء شفنا في نهاية الحلقة وقت شفنا العملاق المهاجم المؤسس طبعا إيرين اللي أول مرة شفناه مرعب صراحة منظره وشفنا العمالة قوية بلشت تدخل وشونك بلشت تكسر وهكذا شفنا الإعلان الرسمي عن البارت الثالث للموسم الرابع اللي مو رضي يخلص على الإطلاق ولكن البارت الثالث رح يقتبس 9 فصول وهو معركة إنقاذ البشرية معركة السماء والأرض فرح يكون بارت صراحة حماسي كتير كتير أنا أتوقع الشخصي رح يكون قوي جدا 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 ومثل ما حكينا موعد العرض أغلب الظن رح يكون في بداية 2023 أكيد هو بـ 2023 رسميا بـ 2023 ولكن توقع يكون في بداياته شهر الأول أو الثاني ماكسيموم ففعليا بالموسم الثالث رح نشوف بقى شلون عمالقة دك الأرض رح يدخلوا رسميا ويبلش الدمار فعليا رح نشوف يعني دم متطير في كل أنحاء Attack on Titan في البارت الثالث رح نشوف شلون هل ملايين العمالقة وعلى رأسهم إيرن هن مماشيين لحتى يدكوا الأرض شلون رح يحسن هذا التحالف الصغير يوقف هل الأشياء الهاجة اللي ما حدا بحسن يوقفها إطلاقا فأنا توقع الشخصي الطريقة اللي رح يتم إيقاف الدك فيها وتوقيف إيرن عن أنه هو يوقف هاي الإبادة هو الجانب الخير يلي شفناه في هاي الحلقة هاي الحلقة كانت كتير مهمة بتوقع الشخصي للأحداث القادمة بكل اختصار وقت اللي أرمين في إحدى الحلقات في هذا البارت قال إنه نحن ممكن نوقف الدك عن طريق التكلم مع إيرن هاي الحلقة ممكن تكون هي بداية تطبيق كلام أرمين خلينا نقول لأنه أرمين قال ممكن نحكي مع إيرن فهو كان قصد الجانب الجيد من إيرن الجانب يلي شفناه نحن في هاي الحلقة الجانب اللي عب بيقوله إنه عب بيقوله إنه أنا إنسان الجانب بوقتي اللي شفناه نحن إيرن عب يبكي فأتوقع إنه التأثير على إيرن رح يتم عن طريق فعلاً الكلام ما بعرف أنا يعني أتوقع الشخصي هذا إنه الجانب الخير من إيرن رح يشتغل شغله عشان توقف الإبادة لأنه ما أتوقع الإبادة صراحة نتكمل رح توقف بي بنقطة ما رح توقف الإبادة هلأ الطريقة شلون؟ هذا بقى بدنا نستنى ونشوف هيا كانت مناقشتي للحلقة الأخيرة من هجوم العمالقة أتاكون تايتن صراحة نصله يعني فترة كيلة طويلة معنا أتاكون تايتن وقبل أتاكون تايتن كان في عنا كمان ديمون سلاير فكان عنا دائماً يوم الأحد يوم فضيع يعني هلأ يوم الأحد رح يكون عنا فاضي ما عنا لا أتاكون تايتن وديمون سلاير الأساسي الخليص فرح يكون في عنا فضاء يوم الأحد وأكيد رح نشتاء لأتاكون تايتن نشتاء لجو هجوم العمالقة على أنه أنا كل حلقات أتاكون تايتن ما كان يجي عليها دعم أبداً 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 ما كان في أي دعم على حلقاته ولكن بسبب حبي للإنمي ما كان عندي أي مشكلين أني أكمل وأنشر أنشر 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 فأتمنى في البارت الثالث نكون وصلنين لمرحلة لأنه العالم بدي تشوفوا ناقشة الهجوم العمالقة تجيل عندي على القناة أنا أتمنى صباحة ينصير هذا الشي يقول أنه طارق رح يناقش هجوم العمالقة فيجو إن شاء الله ينوصل له ديك المرحلة وطبعاً هذا الشيء ما هيصير إلا في دعمكم فضطفاً ورجاءاً وليس أمراً طبعاً تحطوا لعك على هذا الفيديو إذا أجبكم وتشتركوا تحت في القناة إذا ما لكم مشتركين هذا كان كشان عندي فيديو اليوم إن شاء الله إذا أنتم فقط ممتابعين هجوم العمالقة فمنشوفكم في البارت التالي إذا ما إذا أنتم متابعين إليه أكيد بنشوفكم بكرة وبعد بكرة والبعدة يعني أنا صلي يمكن شيء أسبوعين هفكراً بننزل كل يوم ما أعرف ليش بس أنه رح نوصل للهدف بإذن الله نشوفكم حقت الجاي وليس أمريكم